موسيقى حياكم الله أحبتي يتجدد لقاؤنا في الرشفات ورشفة اليوم رشفة مميزة سوف نسافر سوية فشد الأحزمة وهي ننطلق في رحلة قصيرة وبعيدة ولكنها مميزة نستفيد منها العبر فكل قصة نقصها وندردش بها ونحن نرتشف سوية أكيد سوف نستفيد منها الكثير والكثير نأخذ من قصص السلف الصالح سلفنا العرب والمسلمين وأيضا حتى الغرب فنأخذ منهم الفوائد والعبر فبكل بستان نأخذ زهرة والسفرية اليوم سوف تأخذنا إلى مدينة بوستون الأمريكية فاستعدوا توقف القطار في إحدى محطات بوستون الأمريكية وخرج منها زوجان في ثياب نرثة بالية وبخطوات خجلة توجه الزوجان مباشرة إلى جامعة هارفرد الجامعة المرموقة والمعروفة في أمريكا لم يكن قد حصل على موعد سابق وأراد لقاءا مع مديرها فالتقوا بالسكرتيرا وطلب منها السكرتيرا يعني ما أخذتوش موعد وكذا 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 وتعرفون الإجراءات وغيرها لكنهما أصر وقال لا بأس ننتظر قتلهم انتظر انتظروا طويلة المدة طويلة هما في قاعة الانتظار ظنت أن كثرة الانتظار سوف يخرجون من القاعة لكن أعاد الزوجان الطلب إلى السكرتيرا وأصر فغضبت وقلقت وتوجهت إلى مكتب الرئيس تخبره بإلحاح ذين الزوجين الذين أزعجاها ويوم كامل وهم في الانتظار الرئيس هز رأسه وبدأ على غضبا وعلامات الاستياء ظاهرة والله قال هيا الله دخليهم نحن كما نقولوا بمصطلحتنا دخليهم نشوفوا ما يستحقوا ثم نحررهم طبعا دخل الزوجان مكتب الرئيس قالت السيدة إن كان لهما ولد قد درس في هذه الجامعة جامعة هارفرد المعروفة لمدة عام لكنه توفي في حادث إلى حد هنا أمر مستغرب وكان سعيدا خلال دراسته في هذه السنة وأراد تقديم تبرع للجامعة وأنه يبني مبنى في هذه الجامعة ويحمل اسمه الرئيس ردى بخشونة سيدتي لا يمكننا أن نقيم مبنى ونخلد لكل واحد الآن يمر على الجامعة أو يتوفى كيف شرح تولي المال جامعة كلها مباني وتخليدا لذكر فلان وفلان ردت السيدة لا نرغى في وضع تمثال بل نريد أن نهب مبنى بيحمل اسم لجامعة هارفرد باسم ابننا لكن الكلام لم يلقى أي صدى للرئيس وخاصا وهو ينظر إليهما بتلك الثياب بين قوسين حقرهم بالعين نقولوها بمصطلحنا فردى بسخرية هل تعلمان كم يكلف بناء هذا المبنى؟ فقالهم المباني كلفتنا كثيرا على ما يربع على سبعة ونصف مليون دولار ساد الصمت لبرها ظن خلالها الرئيس أن بإمكانه الآن أن يتخلص من الزوجين أعطاه مبلغ عالي جدا هنا سدارت السيدة لزوجها فقالت له سيد ستانفورد ما دامت هذه هي تكلفة إنجاز أو إنشاء جامعة كاملة فلما لا ننشئ جامعة باسم ابننا؟ بكل بساطة هنا الزوج هزا رأسا يعني لما لا يلا غادر الزوجين ليند ستانفورد وجين ستانفورد وسط ذهول وخيبة رئيس جامعة هارفرد وسافر إلى كاليفورنيا حيث أسس جامعة ستانفورد المشهورة والمعروفة الآن والتي ما زالت تحمل اسم هذه العائلة وتخلد ذكر ابنهما الذي لم يكن يساوي شيئا لرئيس جامعة هارفرد هذه القصة حدثت في 1884 وما زالت أسماء العائلة منقوشة في السحاد ومباني جامعة ستانفورد الحكمة من القصة كما يقول الكاتب هنا لا تحكم على الناس من مظاهرهم ولا ملابسهم ولا طريقة كلامهم القصة هي للعبرة لنا جميعا حتى نأخذ منها العبرة كم واحد حكمنا عليه من لبسته من كلامه من نوع سيارته من حقيبته من الحذاء اللي لابسه من المعطف أو الفيست اللي راه لابسها فنحكم على الناس بالمظاهر الزوجين بسيطين بلباس بسيط بلباس بسيط ولكن من شاء الله عليهم بخيرهم وبمالهم وبرزقهم كم من واحد فينا ينظر إلى الآخر وش من الماركرة لابسها للأسف أصبحنا في زمن الماديات نقيم بعضانا ونحترم بعضانا بوش عندك في جيبك وش من الماركرة لابسها وعلمنا هذا الشيء لأولادنا للأسف فأصبح أولادنا الآن في هذا الزمن ماديين يقيموا بعضاهم تخيلوا معي أحبتي أنه حتى في اللمجة ليخذوها لمدرسة لمجة تعي خير متاع فلان وماركات وغيرها في الأكل وكذا في المطاعم إلى غير ذلك فلا نحكم على المظاهر ولا نجعل الماركات تحدد قيمتنا كين أخلاقنا كين تربيتنا كين الأفكار تعنا كين شخصيتنا ناس نعرفهم بمواقفهم وأخلاقهم وقيمهم مش فقط بالماركات التي سوف تزول ما تحكموش وتتسرع في الحكم على الآخرين فقط من لباسه من سيارته من كذا وكذا وكذا الناس معادن كين ناس فعلا طيبين رائعين مميزين حافظوا عليهم متوزنوهم شو تقيسوهم وتشوفوهم بنظرة استصغار واحتقار لأنه فقط ما يلبسش مليح وما يشرش من حنوت الفلاني والمركة الفلانية والسوق الفلاني وإلى غير ذلك رشفة اليوم هي رشفة تواضع رشفة إحسان ورشفة خير إن شاء الله يا ربي تعم علينا حتى نتحلى بخلق التواضع وأن نحسن إلى بعضنا وأن لا نتكبر ولا نغتر بما عندنا نحمود الله على النعمة التي هي عندنا البست مليح وماركة مليحة وكذا لأنها تفيد صحتي وتنحبها أنا وتخرج عليها مش لي أني باش نتكبر علي كل عليها أحبتي هذه هي رشفة اليوم ألتقي وإياكم في رشفة أخرى مميزة تجمعنا مع بعض ألقاكم على الحب على الخير على الأمل على التفاؤل حياكم الله دامت أوقاتكم عامرة بالخير والحب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة